السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرس القيروان النموذجية ترحب بكم في مادة التربية الإسلامية في الصف السادس مع المعلمة أسماء الأخراس بدرس جديد وهو الدرس الثالث والعشرون صفحة واحد ثمانين بعنوان خلق الإيثاري اقرأ وتأمل قررت إدارة المدرسة استحاب طلبتها في رحلة مدرسية فرغب علي وأحمد أن يذهبا فيها ولكن أباهما لم يوافق لأنه لم يستطع تفع تكاليف الرحلة إلا لأحدهما فآثر كل منهما أخاه على نفسه وقال ليذهب أخي هذه المرة وأنا أذهب مرة أخرى بما تصف موقف علي وأحمد إذن هناك موقف من خلال هذه القصة التي سردتها الآن سنتعلمه من خلال شرح الدرس وسنعلم ما هو موقف علي وأحمد بسم الله نبدأ نأتي إلى العنوان خلق الإيثار ماذا يعني الإيثار؟ أنت لديك فضول أنه ماذا يعني الإيثار؟ ماذا قصده هنا بالإيثار؟ هو التقديم والتفضيل استلاحا وهو المخصوص في الكتاب أنه تفضيل غير على النفس وتقديم مصلحته على المصلحة الشخصية الدنيوية يعني أنه بدأ أفضل غيري على نفسي بدي أقدم له مصلحته على المصلحة الشخصية الخاصة فيه اللي هي بالدنيا فقط ليست في الآخر كيف يكون الإيثار؟ الإيثار ليس بالمال فقط إنما يكون بوقتك أو خبرتك أو مساعدة بتقدمها لغيرك كيف يعني؟ يعني مو شرط بالله أنا خلاص هذا الإنسان بحاجة يعني بس بالمصاري لا ممكن أنه محتاج من وقتك ممكن أنه بحاجة أنه من وقتك كيف يعني ممكن أنه بده منك مساعدة أنه تروح معه مشوار وتعطيه من وقتك تروح معه المستشفى ممكن أنه هو بحاجة أنه يحكي له حدا أو يساعده حدا ممكن تعطيه من وقتك أو وتساعده ممكن توفاله حدا هو بحاجة أنه من وقتك أنك تكون معه بالمصيب اللي هو فيها أو الابتلاء اللي ربنا بتلافيه تخيل لأي مرحلة؟ هيك الإيثار هذا التقديم ممكن من خبرتك من تعليمك من دراستك إنسان أمي وأنت بتعرف تكتب تقرأ ممكن تساعده ممكن إنسان ما عنده معلومات أو عجزة بشغله بحث إشي معلم يطلبط منه واجب ممكن أساعده مش أغشش وأعطيه الإشي على البارد المسحي لا أساعده أعطيه معلوماتي أو بقدم المساعدة لغيرك كيف؟ بقدم المساعدة لغيرك كيف؟ يعني إنسان بحاجة أنه أواعي لأولاده أطفاله بأعطيه بساعده إنسان أنا عندي مثلا ملابس ما بدي إياهم بحفظ إنسان بحاجتهم بمكن أقدم له إياهن مش أواعي طبعا مزعة لا أواعي جديدة بس إنها مثلا زغرت عليه ما برد ما بتيج عليه ممكن أساعده فيهم ممكن إنسان ما عنده أكل شرب ممكن أقدم له أكله شرب ممكن إنسان مش مقدوره يوكل يقدم الأكل لأولاده كل يوميا ممكن أساعده ولو بإشي بسيط ممكن بإشي رمزي إذن لماذا حتى الإسلام على خلق الإثار لأنه يدفع المسلم إلى أن يشعر بحاجة الناس فيقدمها على حاجته إذن لماذا حتى الإسلام على خلق الإيثار لأنه يدفع المسلم على أن يشعر بحاجة الناس فيقدمها على حاجته لماذا امتدح الله الأنصار وأثنى عليهم ليش لأنهم أثروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المهاجرين عند الهجرة فاستقبلوهم أحسن استقبال وقاسموهم أموالهم ومساكنهم ومزارعهم مع أنهم كانوا فقراء يعني أن الأنصار رغم أنهم فقراء وما في باليد حيلة إلا أنه عندما لجأ إليهم الرسول والصحابة أعطوهم من أموالهم وبيوتهم مساكنهم ومزارعهم قاسموهم معهم وأيضا استقبلوهم بأحسن استقبال ما طروهم ما عذبوهم ما ذلوهم بالعكس استقبلوهم بالعكس يعني أعطوهم من عندهم رغم أنهم فقراء إلا أنهم اتقاصموا معهم الإشي وربنا زادهم أعطوهم ماذا تعني كلمة خصاصة خصاصة تعني حاجة وفقر بقوله تعالى وَيَأْثِرُنَّا 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 يعني عباءة من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بحاجة هذه البردة يعني العباءة إلا أنه أعزها لصديقه أو للصحابة الذي طلبها عادي أعطيّاها ما استاذكالها حكالها أنا أولى أنا بحاجتها أنا ما عندي لا أعطيها لأنه عارف أنه ربنا رح يدبر له واحدة الثانية في يوم من الأيام وقريبا عاجلا آجلا دخول أبو بكر الصديق إلى الغار قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاف أن يكون في الغار شيء يوذي النبي طلع الإثار من كتر خوفة على الرسول صلى الله عليه وسلم قدم نفسه على الرسول كيف؟ فات قبل الرسول خوفة من يفتقد الغار خوفة من أنه لاقي شيء يؤذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثالثا بأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضيف فاستقبله يدعى أبو طلحة الأنصري في بيته ولم يكن عنده من الطعام إلا العشاء الذي يكفي أهله وأولاده فانتظر أبو طلحة حتى نام أولاده وقال لزوجته تظاهر أنك تصلحين السراج فاطفئيه وجلس أبو طلحة مع الضيف في الظلام يوهمه أنه يأكل معه وهو لا يأكل فأكل الضيف حتى شبعه فبات أبو طلحة وزوجته وأولاده جوعانين ما أكله وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جيع وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة دعا له لزوجته بالخير والبركة أنه بعد ما شافهم دعا لهم بالخير والبركة وأخبره بأن الله تعالى سيرضى عنه وعن أولاده ويرزقهم الخير والبركة تخيلوا إنه استقبل ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم رغم إنه بباته ما في أكل ولا شرب ولا أي شي ولكن قام بجعل أولاده يناموا بدري وقدم الأكل إلى ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا طلب من زوجته عشان ما يحرج الضيف أو يأكل مع الضيف طلب منها إنها تطفي الضوء إنها السيراج يعني الضوء تمام تطفي عشان يأكلوا على العتمة والضيف فكر إنه بأكل معه وإنه أكل كتير ولكنه لم يأكل إنما الضيف أكله وشبعه وهنا علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ورآهم فدعا لهم ودعا لزوجته بالخير والبركة وأخبره أن الله صلى الله عليه وسلم قد رضي عنه سيعوضهما عما فعله هناك آثار الإيثار وفوائده يوجد هناك آثار للإيثار وفوائده ما هي؟ لخلق الإيثار أثار وفوائد عدة منها واحد نزع الحقد تمام؟ نزع الحقد والحسد من القلب كيف يعني؟ إنه جواتي أنا منس كإنسان اللي بدي أنزع الحقد يعني ما تكون حقود مش بني آدم أخذ أغراضي يعني أحقد عليه وما بدي أحسد حدا ما أحسد لا أحقد ولا أحسد أكون من جواتي مقتنع بالحياة اللي أنا فيها مش المودة بين الناس كيف يعني؟ إنه ما أروح أعمل فيتن بين الناس يعني ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وراك والله أنا مبارح شفته عن بوكل مع الإنسان اللي أجي حكالك عنه لا هذا غلط 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 إحنا لازم نزرع المواد مش بني آدم يعني غلط قدامي أروح أحكي عنه أفضح الدنيا لا ما أذكر البني آدم إلا بالخير حتى لو أجي صاحبي حكالي عن صاحبي الثاني ما أروح أحكي أنه صاحبي حكى عليه لا بحكي له يي ما أحسن والله اليوم أجي وشكر فيك هون بعلم الصديق اللي أجي حكى على صاحبي الثاني أنه أنت غلطان ما تحكي عليه هون بزرع المواد وبحسس البني آدم اللي غلط بغلطه ولكن بطريقة جدا جميلة مش بروح وبوصل للحكي بكون فتان ما بزرع الفتنة لا بزرع المواد وبيد جعل المجتمع قويا متماسكا يحب بعض والبعض هاي النقطة مكملة والنقطة اللي قبلها يعني كيف يعني ما أزرع الفتن يعني إحنا مجتمع واحد ما بصير مثلا الأخت تحكي على أختها أو الأب يحكي على ابنه أو أخوه أو أنا مثلا أحكي على صاحبتي أو إيه طلع حاليا ما بحب خاص ما بتحكي معه ما تحكي معي غلط هذا الأسلوب لازم نزرع الحب والتماسك ببعض لازم نكون إيد وحدة عشان نقوى على الأعداء عشان نكون إيد وحدة يوم القيامة لما نواجه الله تعالى أكون زارع الإشي اللي منيح بقلوب الناس ما أنا محدداء علي ما أنا محدد خطيط أو ظالم حدا أو حاد ذمة حدفية أو حاد حدب ذمتي بالأحرى أو بالأصاح فلذلك يجب 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 أن نكون بيد متماسكة ما نحكي على بعض ما نظلم بعض ما نئذي بعض لا بالحكي ولا بالأسلوب ولا بأي طريقة من الطرق المؤذية ولا بزرع الحقد والحسد في قلبي بدي أنزعهم ما بدي أخليهم موجدين ما بدي أحسد بني آدم ما بدي أزرع الحقد ما بدي أحقد خلاص الحمد لله على كل شيء ارضى بما قسمه الله لك فارضى في الآخرة طول ما أنت رضيان ربنا رح يعطيك أحسن من اللي أنت شايفه منيح لغيرك يعني مثلا صاحبتي والله صارت دكتورة وأنا صرت مع علمه بدي أحسدها عشان تخرب حياتها لا أو بدي أحقد علىها وبدو بطل أحكي معها غلط احكي الحمد لله والشكر لله على ما أنت فيه أو على ما أنت متوصل يمكن هي دكتورة بس يمكن هي ممرتاحة مقابل أنت معلم ترسل رسالة للإسلام توصل رسالة للإسلام توصل العلم كل حرف تعلمه البني آدم يزرع عليك الحسنة نيالك فما بالك لما يكون الحسد والحقد في قلوب الناس ونفوسهم سبحان الله يبين على وجه كل إنسان حقود وملامحه بتعبر على الحقد الجواته أو الكرة الجواته اللي بناء أدمين خلينا نحب بعض نتماسك مع بعض نكون أمة محمد متماسكة من اسمها أمة محمد قدوتنا رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام يجب أن نقتضي به نقتضي به ونقتضي بديننا الإسلامي الذي حثنا على ماذا؟ على التماسك والحب ونشر المودة وعدم الحقد والحسد طبعاً في صفحة 83 نستنتج معنا الإيثار طبعاً استخرجنا معنا الإيثار بأنه أفضل مصلحة غيري على مصلحة نفسي الدنيوية أذكر الموقف الذي ظهر فيه إيثار أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعندما دخل إلى غار حراء غار إلى الغار باعتذر إلى الغار حراء شو اسمه؟ اللهم صلى الله عليه وسلم محمد عندما دخل إلى الغار وتفقده قبل أن يدخل رسول صلى الله عليه وسلم أبين فضله الإيثار وهميته من قصة الصحابة جليل أبي طلحة رضي الله عنه أنه صح قدم وأشبع الضيف إلا أن الله سبحانه وتعالى سيعوضنا رضي الله عنه رضي كف بأنه كسبوا رضا الله تعالى وهو أهم رضا في الدنيا طبعا هذا الفضل عليك أذكر أثار الخلق الإيثار في المجتمع طبعا من الآثار اللي هي نزع الحقد والحسد من القلب وأيضا نشر المودة بين الناس وجعل المجتمع قويا متماسكا يحب بعض والبعض ضعس إشارة صح أمام الإعبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة من الأخلاق لم يطعم علي زميله الفقير شيئا من قطعة الحلوة التي اشتراها من المقصف المدرسي عندما كان ينظر إلي خاطئ لازم أن يقدم غيره على نفسه أعلنت معلمة الإذاعة المدرسية عن حملة تبرعات للطالبات الفقيرات في المدرسة فتبرعت أسماء بمصروفها اليومي تصرف جدا جميل خلقي صحيح مئة بالمئة قدمت غيرها على نفسها أثرت مونة ابنة عمتها هدى وعطتها لعبتها بدتها على نفسها إذن فضلتها على نفسها إذن تصرف صحيح مئة بالمئة إذن با وجيم تصرف صحيح وألف إجابة خاطئة فإذن هكذا نكون قد بينا درس الإيثار والخلق أعتذر على العامية التي تكلمت بها ولكن للتوضيح أكثر وأتمنى أن تكون عزيز الطالب قد فهمت الدرس والمعنى المقصود من هذا الدرس أن تتطعض وتتبع ما أمرنا الله به وأن تلتزم بالإيثار وخلق الإيثار وأن تبني نفسك وأولادك وما حولك على الإيثار وكل التوفيق والنجاح كانت معكم مسأسماء الأخراس أسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا ولكم بإذن الله وكل التوفيق والنجاح نراكم إن شاء الله على خير رفع الله البلاء والابتلاء وأعطاكم الصبر والسلوان على ما نمر به هذه الأيام من بلاء الكورونا وكل التوفيق مرة أخرى ونسأل الله تعالى النجاح لكم ولنا وأيام جميلة وأيضا لا تنسونا من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء